قال مسعفون إن قوات إسرائيلية قصفت مناطق في وسط قطاع غزة خلال الليل مما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين كما قال سكان إن الدبابات وصلت التوغل في مدينة رفح الفلسطينية بجنوب القطاع وأفدت السلطات الصحية في غزة بأن طائرات إسرائيلية قصفت منزلا في مخيم النصيرات ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 12 مما أصاب عدد آخر جراء قصف الدبابات لموقع في مخيم المغازي والبريج وفي دير البلح أيضا قال مسعفون إن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر